السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. احب الاول ارحب بكل المشتركين معي في القناة. وبرحب كمان بالمشتركين الجداد معي في القناة. ما تنتوش اللي لسه اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واللايك والشير لو الفيديو عجبكم ان شاء الله. النهاردة هنقول الكراءة لبرج الميزان ان شاء الله. نبدأ بكم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج الميزان. هنشوف الاول الطاقات الموجودة. برج الميزان شايفت طاقة نارية الهوائية. اكتر حاجة شايفة قدامي. بس لو فتحت بعد كده على اي حاجة تانية هقول طبعا. عايز اشوف دلوقتي حكايتك ايه برج الميزان مع كل طاقة فيهم. شايف الاول طاقة برج الميزان في شهر يونيو. لمنتصف يوليو او في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي. اه شايفاها هي التحرر. اه شايفاك بتتحرر من كل حاجة بتاعك خطواتك يا برج الميزان. اه شايفاك الفترة دي كمان بتفكر كتير قوي. بتفكر كتير جدا تفكير جوا تفكير ومتردد في اتخاذ قرارات كتير. اه بالذات من الناحية العاطفية. اه شايفاك فيه خطوة مش قادر تقدم عليها. يعني ممكن تكون هي دي سبب التفكير الكتير اللي عندك يا برج الميزان. اه انت انا هشوف ايه هشوف ايه الحكاية. اه. انتو برج الميزان انت تقريبا مش مش بتنام. في قداني انا في قداني دلوقتي يعني شايفا سيناريو برج الميزان اه وده عشان نكون متفقين مش هينطبق على على الكل طبعا. انا في كل كراءة اه بحضر نفسي ومحضر فاكتي اه لبعض الاشخاص اللي هيشوفوا الفيديو واللي هيكونوا متواصلين معي او طاقتهم متواصلة معي. نبدأ الحكاية او نبدأ السيناريو اللي انا شايفا قدامي يا برج الميزان. اه يريد تقدروا اني بقول الكراءة اللي انا شايفاها اه عشان التعليقات لان الكراءة بتبقى امانة. ومقدرش اقول حاجة غير اللي انا شايفاها. اه برج الميزان انا شايفا هنا في علاقة ثلاثية. في علاقة ثلاثية فيها حب كبير جدا. اه شايفا قلبك مجروح جدا. شايفاك متكتف. اه مش عارف تاخد اي خطوة في العلاقة دي. اه العلاقة اللي انا بتكلم عنها هنا دي بالشكل ده هي ما فيهاش تواصل. بس انا شايفا انكم بتتواصلوا مع بعض روحيا. عند البعض العلاقة دي اه ممكن تكون سرية. اه هي بما انها ثلاثية فهي سرية. بس انا بتكلم كمان هي سرية عليك وانتو كمان. يعني عليك وعلى الطرف التاني. يعني كل واحد مخبي مشاعره عن التاني. يا رب تكونوا فاهميني وتكون واضحة عرفت اوضح يعني. اه مش عارف كل حد فيكم مش عارف الطرف التاني بيفكر في ايه. اه شايفاك برج الميزان مش عارف تعمل ايه حاسس حاسس بحزن اه. اه. شايفا الحزن اللي عندك ده في الفترة دي شايفاك بيخرج في صورة عطبية. اه شوف برج الميزان. انا هقولك على حاجة انت انا شايفاك مجروح من الشخص ده كتير جدا. اه. اه. اه هو في حاجة انا شايفاك حتى الشخص التاني انا شايفاك احساسه بالزعل اقوى منك. لان هو عنده مع 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 الزعل ده انا شايفا في عنده ندم. انا شايفاك ندمين جدا. اه. فشايفا ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك. اه. وشايفاك في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير. شايفا عند بعضوك اه. اه. يا برج الميزان. في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده. اه. فيه اشخاص مشتركة. يعني ممكن يكون اه. عند البعض منكو انتو جرين. او اه. او فيه تعارف اه. اه. ممكن نقول عليه عائلي. يعني ممكن عائلتك وعائلت الطرف ده بيعرفوا بعض. اه. لاني شايفاك بتشوفوا احيانا. بس مش بتتكلموا. فيه مراقبة من الطرفين. ايوة فيه مراقبة من الطرفين. اه. 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 شايفاك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات. اه. بس شايفاك برضو متضايق. يعني انا شايفاك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيله اكتر. او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك. غير اللي بتسمعها. اه. شايفاك كمان اه. غيرة. غيرة من ناحيتك على الشخص ده. اه. يعني شايف ان انا شايفاك انك حاسس ان الشخص ده من حقك. من حقك ان انت بتعرف عنه كل حاجة. شايفا عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره. اللي هي برضو قوية. يعني انا شايفا حب قوي جدا جدا للطرفين. بس مش بيفكر كتير اه. في شكل العلاقة. اه. شايفاك بيحلم يكون معيك. اه. شايفاك الطرف التاني بيجا يا ربنا. بعضوك يا برج الميزان اه. شايفا مل من الانتظار. يعني في في البعض منكو قرر يبعد. او يختفي تماما من قدام الشخص ده. لان شايفا البعض ممكن يكون. اه. بيسافر ويرجع. اه. شايفاك مش واثق في مشاعر الطرف التاني اصلا. يعني انت زي ما قلت هي العلاقة. اه. عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم طول اتنين. يعني هو اللي بينكم. اه. احسيس. اه. ممكن تكون حاسس. من ناحية ان هو بيحبك. بس انت مش متأكد. اه. العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراج نارية. اه. شايفا بعدك يا برج الميزان ان كان عندك اه. ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة قبل كده او اتخدعت. اه. 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 فيها ان جرحت فيها. ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق. وممكن اه يكون من حد تاني. اه. شايفا ان انت خايف ان ده يتقرر في العلاقة دي. او تكون خايف يتقرر لو انت صريحته. اه. بس شايفا ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل. بس هياخد وقت. هياخد وقت شوية. بالذات لو فيه طرف تالت سواء عندك او عنده او انتو اللي اتنين. اه. في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت انت 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 عارف ده. يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان فيه طرف تالت. لا. انا بتكلم هنا. انا بتكلم عن العلاقة. اه اصحابها هم عارفين ده. عارفين ان فيه طرف تالت. اه. اه. انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده. اه. خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف تالت دي هي مش منطبقة على الكل. اه. بعضكم انا شايفة ان الطرف التالت عنده هو الاهل. اه. فيه تدخل اه. شفت شايفة من اه. ممكن تكون الستة دي. ممكن تكون الام. اه. وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان. اه. او الطرف التاني برضو. اه. يعني. اه. شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما. يعني رفضها خالص. اه. او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في هدم العلاقة دي. اه. شايفة البعض من مواليد برج الميزان اه. بعضوك اتعرض لخيانة. ممكن تكون من ابراج هوائية او مائية. اه. اه. وممكن يكون العكس برضو. يعني انت اللي خونت الطرف التاني يا برج الميزان. اه. اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف في حالته. اه. العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل. اه. شايفة حصل من شهور. يعني ما بين ستة الكمن شهور عند البعض شايفاها وصلت لمحكمة. او انت اللي بتطلب. او انت بتطلب العبالة في العلاقة دي. اه. شايفة فيه طرف اتعرض لزلم كبير. اه. لاني شايفة مشاكل كتير جدا حصلت. وفضلت تتصاعد وتكبر من من ولا حاجة. يعني اه. 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 مشاكل بدأت. اه. تقريبا حصل تدخل الناس. اه. شايفة المشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية. لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة. او كانت حاجة بسيطة. لكن اه. بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج النزام. بعضها كان اه. 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 فيها شكوك. فيها غيرة. بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص. اه. في البعض عندكم كان السبب مادي. اللي في الحالة دي برج الميزان انت بتعيش حالة حزن. شايفك بتعيش حالة حزن كبيرة جدا. وشايفات منطوية. على على نفسك وعلى الزكريات. اه. بعضكم برج الميزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم. او لسه هيمر بحالة ندم. اه. اه. شايفة عند البعض. خلاص انت اديت دهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي ادي دهه للعلاقة. اه. مش عايز مصالحة خالص. اه. شايفك قفلت على قلبك. بس انا شايفة فيه نسبة رجوعي. يعني برغم كده انا شايفة فيه نسبة رجوع كبيرة. اه. بيعني برغم السيناريوهات. يعني انا قلت القراءة اللي قدامي. بكزا. بكزا شكل. عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله. اه. ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين. وده غير السيناريو اللي قلناه في. اه. في الاول اه. عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اكلمنا عنها في الاول. اه. شايفة فيه تواطل. اه. في العلاقة دي الجماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينكم انتو الاتنين. فاهميني. فاهمين انا بتكلم عن ايه? العلاقة. اللي فيها طرف تالت. اه. اللي ما فيهاش اعتراف بحب. بس انتو الاتنين بتحبوا بعض. شايفة هيكون فيها تواصل. عن طريق شخص مشترك. اه. بينكم انتو الاتنين. يعني. يعني ايه شخص مشترك? يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه. اه. هو الطرف ده مش هيوصل كلام. يعني مش هيوصل كلام منك لي او منه ليك. لا. بس هيكون سبب. سبب بشكل او باخر. يعني بس مش 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 هتستخدموه. الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكم. هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة. اه. هيكون سبب انكم تتكلموا او على الاقل هي اه. الطرف التاني يا برج الميزان هيبين حبه ليك. اه. ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو. اه. لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله. اه. علاقة برج الميزان بالابراج الترابية. اه. شايفة ان في علاقات كتير بالرغم انك افلتها او هو. وشايفة السبب عند بعضكم ان ما فيش جدية في العلاقة. اه. شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار. يعني انت برج الميزان الكراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة. انت تعبان جدا. اه. طاقة قفزيت. اه. في حاجات كتير انت مش قادر تميزها. اه. في عندك افكار متناقضة. اه. بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار نفسي. اه. حتى عند البعض اه. نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة. يعني فيه ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها. في علاقات انا شايفها مش مستقرة. اه. رايحة جاية حتى مع المرتبطين. يعني اللي في علاقة زواج. شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش اه. اه. ما فيهاش اي استقرار. اه. مش مع المنفصلين بس. اه. شايفة برج الميزم مسيطرة عليه. عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي. يعني انت ساعد برج الميزم بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزم بتبقى. بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل. اه. ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت. انت بتتحمل حاجات كتير. بتعاني كتير. بتيجي على نفسك في حاجات كتير. بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير. او تتحمل ردود افعالهم. وبالتالي بيجي عليك فترة. بتكون صعبة عليك وعاكل. مش عليك انت لوحدك. عليك وعلى كل اللي حواليك. اه. لان الطاقتك بقى الهوائية بتظهر. انه. من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها. اه. بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور. اه. بس انت في حاجة هتكتشفها. الفترة دي. والحاجة دي هت اه. هتتوضح او هتكون اجابة على اسئلة كتير بالدور في دماغك. يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة. اه. في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي. هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي. اه. شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابراج اه نارية. وبقوة. لاني شايفة علاقة حب قوية. غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة. يعني ايه. يعني اه. علاقة كده فيها. اه. حب. حب الشخص لنفته. اه. يعني شايفها منزها من اي شهوات. بمعنى صح. لو قدر توصل ولو فاهمين انا اقصد ايه. انتو الاثنين بتحبوا بعد حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي. اه. لكن العلاقات السلسية اللي فيها طرف اه. اللي فيها طرف برجه وناري. انا شايفة. اه. يا برج الميزان. اه. ان القدر او ربنا هو بس اللي يقدر يجمع بينكم. لان لو حصل تدخل منكم. اه. اه. وده ممكن يكون اجابة على التردد. اه. لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني. هو اللي متردد كتير. في حاجة بتاعكم. في حاجة انتو خايفين منها. في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها. وده فعلا هنا هو ظهر عندي. اه. لو حصل اي حاجة منكم انتو غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية. بس مش لازم ان هي تقرب جدا. او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده. لان انا شايفة هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات ثانية. اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قديني لو انتو اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات ثانية. انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش لبرج النزام كله. زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النزام محتاج جدا انه يتأكد رغم ان هو بيحس الده بس محتاج جدا ان يتأكد ان الطرف التاني هو كمان بيبدله نفس الاحتفاث رغم ان هو حاسس. شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص ثالث مشترك بينكم. شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا برغم ان ما فيش مصارحة فعلية. وزي ما قلت ان المانع اقوى منكم انتو الاثنين. العلاقة دي محتاجة صبر. شايفة هتتحل الوحدة. يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل. بس من عند ربنا. مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات تانية كتير. وادام خسارة يبقى حاجات هتوجعكم. يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجات هتوجعكم. فبالتالي العلاقة اللي انتو هتشوها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل الثباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون فيها راحة. يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها. فاكيد دا اللي مش دا اللي مش عايزينوا ليها يعني. بعضوكم بقى يا برج الميزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه. شايفة في بعضوكم بيتعامل بدماغه زيادة عن اللذوم. انت في حاجات كتير شايفاك فاهمها غلط. اه وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط. يعني في حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وتتعامل بالذكاء يعني اه لا انا مش هرجع عشان اه الاحسان يكون هو بيفكر فيا كزا فانا هعمل كزا. لا في حاجات كتير عندك غلط مش مستحي انك بتتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية. اه عندك شكوك كتير. اه اه اعيز اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية. كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية. مش قلبنا بس ولا عقلنا بس. اه دا بالنسبة للي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية. اه المنفصلين مع ابراج هواقية اه شايفة فيها هيكون رجوع ان شاء الله بس فيه رجوع بشروط. اه وفي الغالب الشروط ديت هكون من ناحيتك انت يا برج النزام. انت فيه حاجات شفتها في العلاقة دي. يعني انا شايفك اه اتعرضت اللي خزلين اه اللي انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي. اتقابل اه اه اتقابل يعني شايفة اتقابل با ممكن اقول اه ا مش غدر اه بس اه اللي التقدير. اه فانت قررت لو لو فيه رجوع هتكون يعني هتحطله شروط او هتكون هتكون عايزه بالشكل اللي رايحك انت كراءة موفقة يا برج الميزان ما تنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد وهستنى تعليقاتكو عن الفيديو ان شاء الله شكرا للمتابعة برج الميزان